موسيقى 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 ما هي الخدمات العمومية عندها أثر على المستوى للتدبير المحلي والتدبير الوطني بصفحة عامة بالنسبة لي بصفحة عامة نحن نجيناها ندوى علاو عسى أننا نخرج واحد توصيات اللي يمكن تعمل بها الإدارة العمومية بصفة عامة وبصفة خاصة المجالس المحلية حيث أنا شخصيا كعوضة دين المجلس دين المقاطعة السدي بليوت منذ سنين أرى أن الإدارة لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تقدم الخدمات اللازمة لصالح المواطنين باقي الإدارة تعمل بطريقة أعتقد شخصيا أنها أكل عليها الدهر وشريب ربما تنهضر على العلمات تنهضر على بزر الأمور دياله يجب أن تتطور الإدارة ديالنا وتمشي في النهج المطلوب هو أنها تقدم خدمات في أقرب وقت وبطريقة سريطة 23 يوني هو اليوم العامل للخدمات العمومية بالنسبة لكم أنتم كمنتخبين واشترافوا في هذا المجال هذا ولا تبقى يعني أنتم تتفرجوا بحالكم بحاليون لا أخفي عليكم بطبيعة الحال بكل صراحة هذا اليوم العالمي تنتمنى وتندروا مقارنة مع دول أخرى لأصبحت لا أصبح المواطن لا ينتقل إلا عند الضرورة بحيث أن جميع الوطائق دياله جميع الخدمات دياله يمكن أن يقضيها بدون أي مشاكل والخدمات العمومية متوفرة لديه بطريقة بطريقة يعني عادية وبطريقة سريسة مقارنة مع ما نشهده أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب وهذا واقع حقيقي نتمنى أن نغير الوضع وأن نقوم بالواجب حتى تكون الإدارة في خدمة المواطنين حكومة المغرب تتقول أن درورة إصلاح الإدارة درورة تنمية الخدمات الاجتماعية للمواطنين بشيستفد منها ولكن ما سيكون شد عدو الأثر على المستوى على الشيء بالنسبة لك يواب تباعة الحال لأن جميع حكومات لهذا كنا دائما لأن أكبر حاز لخصصات الدار هي أن خصوصا مع هذه الجائحة هذه الكوفيد أن الإدارة أصبحت نقول أنها تتطور تتطور نعم في الأوراق في الإدارة والتنفذة ولكن في الواقع لم ترقى إلى المستوى المطلوب وهذا واقع نلمسه نتمنى أن نتغير الوضع وأن تأخذ ذلك هذه الحكومة بعين الاعتبار على أساس أن تتطور الأمور بشكل إيجابي لصالح المواطن ترجمة نانسي قنقر